في الموضوع السوري الحقيقة ربما يكون هناك عنوان مهم حينما يلتقي الخصوم يلتقي الأتراك والروس وبينهما الشمال السوري هنا نتعرف على ما رشح أو نتج عن القمة التي استضافها منتجع سوتشي الساحلي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس فلاديمير بوتين قبل يومين والتي كانت مخصصة لبحث الملف السوري وتطوراته لا سيما فيما يتعلق بمناطق الشمال السوري فقمة بوتين أردوغان الغامضة بحسب وسائل الإعلام التركية أكدت على استقرار الوضع في الشمال السوري وفي محافظة إدلب تحديدا على المدى القريب ولكن على الجهة المقابلة بدأت وسائل الإعلام الروسية تتحدث عن عملية عسكرية وشيكة ضد التنظيمات الإرهابية في هذه المناطق وعلى الأرض يبدو أن التصعيد أقرب للواقع مع استئناف الغارات التي تشنها المقاتلات الحربية الروسية في أرياف إدلب وفي محيطها وذلك بعد أن توقفت قبل خمسة أيام ترقبا لهذه القمة وكانت تلك الغارات قد أودت بحياة أكثر من عشرين مقاتل من أحد الفصائل العسكرية الموالية لأنقرة في ريف حلب قبل تعليقها المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن الغارات الروسية الأخيرة سبقها بساعات حشود عسكرية كبيرة في منطقة خفض التصعيد لكل من القوات التركية والفصائل الموالية لها وأيضا قوات النظام السوري الميليشيات التابعة لها من طرف آخر كما تحدث المرصد عن إعاز القيادة العسكرية التركية لجميع قواتها المنتشرة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي لرفع التأهب والجاهزية القتالية على كافة المستويات القتالية وهو ما ينذر بموجة جديدة من التصعيد في المنطقة لا سيما في تزويد أنقرة لمجموعات من الأسلحة المضادة للدروع لقواتها المنتشرة على طول خطوط الاشتباك بين قوات النظام في ريف إدلب وحلب الغربي وذلك للمرة الأولى منذ توغلها في الداخل السوري كما نصبت مدافع الهاون ووجهت نيرانها على المحاور المقابلة وخطوط الإمداد بحسب ما نقل المرصد السوري